بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدة صدق الله العظيم مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا أستاذ في الطب على قناتنا قناة الصحة والجمال زي ما عودناكم دايما بنتكلم عن كل ما يشغل بال وعقل وفكر المشاهد المصري والمشاهد العربي النهاردة هنتكلم عن موضوع غاية في الأهمية هنتكلم عن العلاج الطبيعي عن أقسام العلاج الطبيعي إزاي دكتور العلاج الطبيعي بيتعامل يقدر يتعامل مع طفل سنه مثلا خمس سنين أو أقل يعني التعامل في السن ده صعب جدا جدا هنتكلم برضو بما إننا بقى في حديث الساعة وجائحة كورونا إيه دور العلاج الطبيعي في علاج الكورونا هنتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل لكن دعوني في البداية أرحب بضيفي العزيز الأستاذ الدكتور أحمد كوان رئيس قسم العلاج الطبيعي بمستشفى دميات العام ومدير العيادات الخارجية بمستشفى دميات العام أهلا بك يا دكتور أهلا وسهلا يا دكتور أحمد إزاي حرتك يا أخبركين ربنا يا خليك شرفتنا في قناتنا في قناة عمى حرتك والله نحن ربنا يا خليك شرفتنا يا فندم دكتور زي ما نقولت في المقدمة عايزين معرف الناس يعني إيه العلاج الطبيعي في البداية نتكلم عن إيه هو العلاج الطبيعي العلاج الطبيعي هو استخدام أحدث الوسائل العلاجية الجردوية يعني إحنا بنعالج المريض يا دكتور أحمد منجل استخدام أي أدوية العلاج الطبيعي حصل فيه تطورات وأبحاث كتير العلاج الطبيعي حاليا هو المهنة رقم واحد في الولايات والمتحدة الأمريكية العلاج الطبيعي بغنيك أنك تروح تعمل عملية جراحية أنك تأخذ أدوية على سبيل المثال بكل بساطة مريض حصل له شوية صدوعة راح السادلية أخذ مسكن المسكن للأسف أفل الألم مؤقتا لأن الألم ده منبه من ربنا أن فيه حاجة غلط لازم ندور عليها ونشوف إيه سبب المشكلة فالمشكلة تفاقمت وبدأ يحصل تنميل في الأطراف رحنا كشفنا عند دكتور عظام أموخ وعصاب قال لنا ده بقى فيه غضروف نروح نعمل عالك طبيعي طب ما إحنا من البداية كان ممكن نروح نشوف المشكلة نعمل عالك طبيعي من الأول فالألم يزول تماما دون اللجوء الأدوية نحن نتكلم أن نعالج أساس المشكلة مش نعالج العرض السوداء ده هو اللي كان العرض آه تمام لكن فيه مشكلة المفهول أنها محتاجة علاج فالعلاج ده يعني عند حضرتك في العلاج الطبيعي بإذن الله طيب لو إحنا تكلمنا كمان عن أقسام العلاج الطبيعي أكيد فيه فروع كتير وأقسام كتير جدا في العلاج الطبيعي يمكن كثير من السادة مشاهدين ممكن ما يبعاش واخد بيبغاني تمام فيه تخصات وأقسام كتير جدا عن العلاج الطبيعي ولكن القسم الأساسي والقسم الرئيسي فيه هو التعامل مع الجهاز العضلي الحركي العضلي الحركي تمام يعني اللي أنا فهم يا دكتور من العضلي الحركي يعني يتتعامل مع العضلات ومع العظام تمام بالضبط بالضبط عشان بس السادة مشاهدين ما يتغوش مننا بالضبط تمام هي حاجة مشتركة في التخصصين دول تمام خلاص اللي هو معظم الشعب المصري بيشتكي منها تمام اللي هي ألام العمود الفقري ألام الرقبة ألام الرقبة الكلام ده كله ده بيكون علاجه بالعلاج الطبيعي تمام تمام بيكون المشكلة في الأساس بتبقى حاجة عضلية في العمود الفقري مثلا هتكلم عن ألام أسفر الظهر اللي 90% من الشعب المصري بيعاني منها بالضبط تمام وفيه ناس بتفضل تاخذ مسكنات طبعا غضروف الظهر ممكن يسمع ويعمل تنميل في رجلنا خلاص والمشكلة تتفاقم وساعتها بنلجأ لجراح احنا لو لجأنا للعلاج الطبيعي وعملنا التامرينات علاجية واستخدمنا بعض اسلوب الحياة بتاعنا زبطناها شوية وقللنا وزننا تمام وعايز نتكلم برضه عن إنقاس الوزن خلاص ده هي ده جزء مهم جدا عندكم في العلاج الطبيعي يعني احنا دكاترة الأسنان دايما نعاني من المشكلتين مشكلة ألم أسفل الظهر ومشكلة الرقبة يعني الاثنين دول في مشكلة تانية فإحنا أنا حاجز عندك يا بيشا في المركزك إن شاء الله إن شاء الله ربك يا أحمد ربنا يا كنين أنا سعيد والله ربك يا ربنا يا كنين تمام بيحصل المشكلة اللي بتوع الأسنان بالأخص حاجة اسمها كاربل تاني سندروم اللي هو اختناء العصب الرزجي آه تمام احنا برضو عايزين يعني بما إن حالتك موجود معنا عايزين نحن يعني ننصح بتوع الأسنان أو دكاترة الأسنان إن هم يخلى بالهم من وضعهم ودائما يحاولوا يعملوا physical exercise اللي هي تمرنات علاجية تمام إحنا يعني هنركز عن الموضوع ده عشان أنا دكتور أسنان وعشان نفيد كل الدكاترة دكاترة تلسين عشان ياخد بالهم يعني تمام لأن إحنا أنت حقيقة بتقول لازم دكتور أسنان ياخد وضع معين يعني عشان يحافظ على على ليقته البدنية يحافظ على فقرات رقبته على فقرات ظهره لكن للأسف أنت غصبا عنك بتشتغل تحت стресс فأنت ممكن تاخد وضع أنت مش مركز في نفسك قد ما أنت حريص قوي على المريد اللي قدامك ده هاي فإحنا يعني خلينا بس الحتة دي نركز عليها لازم يعني نواجه نصيحة لأطباء الأسنان حياة تقولهم كده نصيحة في الآخر يعملوا إيه عشان يحافظوا على نفسهم حقيقة لو قلت لنا بقى الأنواع تاني أو أصدي الأقسام هو أول تخصص كلمنا عنه اللي هو الجهاز العضلي الحركي الحركي تمام ثاني تخصص هتكلم عنه اللي هو التأهيل العصبي وطبعا التأهيل العصبي ده مهم جدا لأن في مصر بيحصل حوادث كتير بيحصل يعني فيه ناس كتير بتتعرض نهاية تسقط من ارتفاعات بيحصل إصابات عصبية تمام فيه ناس حتى بيكون في المصيف أو في بحر تنط من على مستوى عالي أو حاجة يتخبط في دماغه ويحصل زي شلل ربعي أو شلل نصفي تمام فيه قسم تاني برضه أو من ضمن قسم التأهيل العصبي اللي هو تأهيل العصب السابع وده منتشر سواء في الأطفال أو في الكبار تمام نتيجة طبعا أن الطفل بينزل مدرسة الصبح بدري بيكون غسل وش وبماية سخنة أما بقاش في مدرسة تمام فبيغسل وش وبماية سخنة فبيحصل يعني بياخد نقول لطشة هوى تمام فبيحصل التهف العصب السابع أو ممكن يبيعاد مثلا فتح الشباكة العربية فياخد لطشة هوى ده هاي والناس الكبيرة اللي هم السيادين الناس السوائين الناس اللي بتسحى بدري بيحصل برضه التهف العصب السابع نتيجة أنه هم بتعرض لطشة الهوى بارد تمام خلاص ده بيكون تأهيله بالعلاج الطبيعي خلاص هنتكلم عن مرضى اللي هم اللي بيحصلوه من شاء الله نصف شيء وشال الله رباعي وجلطات وكلام ده كله بيكون علاج والوحيد 90% منه علاج طبيعي تمام والعلاج الطبيعي بيبني بيت اه احنا بنبني البيت يعني تخلى حرورتك رب واسرة يعمل حدثة يحصل له لقدر الله شلل أو جلطة ينام في السرير صحيح البيت هيصرف من ايه خلاص فقد العائل فقد العائل خلاص فالعلاج الطبيعي احنا بنأهل المريض ده انه هو يرجع تاني يشتغل تاني وما بيقول دايما او انا بحب اقول ما فيه شيء اسم على علاج الطبيعي تمام صح تمام يعني حقيق بتفتح بارقة امل لكل المرضى سواء كان عندهم لقدر الله شلل رباعي الناس اللي تعرضوا للحوادث زي حقيق قلت بينطف بسينه وتخبط في راسه فحصل له مشكلة الطفل او الرجل الكبير حصل له مشكلة في العصب السابع ده حقيق يعني العلاج الطبيعي يعني عنده فيه اقصام كتيرة جدا تمام بتؤهل المريض ايا كان ايا كان اتحالته صحي كده ده اي تمام 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 اتفضل فيه تخصص برضو تاني اللي هو التعامل مع الاطفال اللي عندهم مشاكل في الدماغ تمام ده بقى مشاكل بتحصل يعني اصعب حاجة ممكن تقابلكو يا دكتور احمد اصعب حاجة واكتر حاجة متعبة لدكتور العلاج الطبيعي اه بالزبط انك تتعامل مع طفل سنه صغير هو يعني غير مدرك وعنده مشكلة كمان يعني في الجهاز الحركي او الجهاز العصبي او كده ده اي وبتتعامل مع طفل يعني انا عندي ساعات اطفال عندهم اربع شهور يعني انت حيال حرك طفل لسه يعني اربع شهور بنشتغل معه وبالك بقى بيبقى طويل وبتحمله الحمد لله الحمد لله ده مهم جدا عشان كمان انت عايف عنده طفل يعني مصاب باي مشكلة عصبية او حركية في السن ده بيبقى عبقى كبير جدا على اسرته طبعا فلما يلاقوا كمان الطبيب يعني ما بيتحملش كمان المريض يعني ده بيبقى عبقى اكتر على اسرة ده اي فحلاك واضح ان انت بشوش كده بتتعامل مع الناس بشكل محترم الله يكبرك تسلم فجزء تأهيل اللي هو الاطفال اللي عندهم مشاكل في الدماغ دول حاجة اسمها سريبل البالسي ده طبعا مشكلة بتحصل يعني ممكن كل بيتين تلاقي فيه طفل عنده مشكلة زي دي نتيجة طبعا يعني بيبقى مشكلة اثناء الحمل ومشكلة اثناء الولادة وممكن مشكلة كمان بعد الولادة تمام اثناء الحمل ممكن يكون الام مثلا الدكتور ما كتب لهاش مثلا فوليك اسد او حاجة بيأثر طبعا على نمو الجنين خلاص اثناء الولادة ممكن الام وهي بتولد يحصل نقص اكسجين تمام ممكن الحاجة تانية خالص ممكن الدكتور وهو بيشد الجنين يعمل له حاجة اسمها اربس بلسي اللي هو ملخ الولادة تمام ملخ الولادة ده يعني بيكون الطفل مع الوقت بياخد وضع اسم موترشيب اللي هو وضع مش عارف كم رجباني بياخد وضع اللي هو معنا صور يعني تمام معنا صور معنا صور موجود الصور مش موجودة تمام تمام فهو الطفل بياخد وضع اللي هو وضع ده خلاص اللي هو بيبعى كدفه كئيد نصائط يعني بالزبط تمام وبيكون فيه اصابات يعني ده بتحصل اصابة في الضفيرة العصبية بيكون قطع جزئي او قطع كلي تمام خلاص ده بيجب لعلاجة الطبيعي طبعا و العلاجة الطبيعي مش بالجراحة لا مش بالجراحة لو قطع جزئي بيجب لعلاجة الطبيعي ان شاء الله ان شاء الله والسن المناسب نبدأ ايه ام تبقى انا عندي اطفال اربع شهور اربع شهور وثلاث شهور اه تمام تمام وده طبعا برضو بتوقف على مهارة الطبيب المعالج اللي هو دكتور النساء او دكتور الأطفال اول ما يشوف حاجة زي دي او يحصل خطأ اسلام الولادة يعرفهم اه تمام انه ما يتابعوا فيه ما بعد مع دكتور علاج طبيعي لان في الاول ايام او الناس اللي عاديين في البيت افتكروا ان اللي بيعملوا ده طبيعي ده حي نادرا لما الام تلاحظ والام طبعا بتلاحظ لما يكون عندها طفل وبتبدأ تقنب بالطفل التاني تمام ده برضو يعني تاني طفل بيكون من لحظاته سهلة شوية فمشاكل الاطفال طبعا اه 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 انا بقول حدراك ان هي حاجة متعبة لدكتور العلاج الطبيعي اكيد بس في نفس الوقت ممتعة وممتعة جدا ممتعة ازاي بقى تمام ممتعة ازاي لما يجي الحدراك طفل بيكون نقول جيلي بمعنى الكلمة اللي هو ما فيش فيه اي حاجة بتتحرك وحدراك انت يعني سبحان الله حدراك انت اللي بتبنيه على ايدك بتعلمه ازاي يقف ازاي ان هو يعمل رولنج ان هو يتقلب تمام بتمشي معاه خطوة خطوة طول مراحله العمرية اه تمام فبتبقى حاجة ممتعة بصراحة جدا وبتفرح لما تشوف الانجاز ده اكيد تمام تمام طب الناس يا دكتور اللي عندهم مشاكل في العمود الفقري يعني وجاك في العمود الفقري يعني نلاقي ولاد كمان في سن الشباب او سنه صغير مثلا 12 13 14 سنة نتيجة لانه هو بيقعد فترات طولة جدا على اللاب او التاب او الموبايل فتلاقي قاعد دايما منحني ففي حل وامتى نبدأ نبدأ العلاج الطبيعي معين عشان نصلح العمود الفقري ما ضمن اقسام العلاج الطبيعي الى العلاج الطبيعي يعني طب نقطه ناخد اتصال ونرجع تايني انا سنفضل سازة امل فضلي سازة امل ام امل فضلي فضلي يا ام امل ام امل معيك احنا معيك تفضلي ايه يا حضرت جدا الله يسلمك يا ام امل تفضلي انا انا عندي السكر ايوة 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 سمعينك انت حقيق بتقولي انت عمدك السكر وبعدين ايوة انا عندي السكر والرجل اللي يميل من اولها الاخير هتوجه تمام الرجل ممكن ممكن حيك توطي بس التلفزيون وتسمعيني من التلفون عشان اسمعك اكتر واحسن عشان حيك تسمعيني كمان كويس ممكن حيك توطي التلفزيون لو تسمحتي ممكن ممكن وسمعيني من التلفون بقى يا ام امل ايوة وطيتي التلفزيون خلاص ايوة انت حقيق بتقولي انت عندك السكر وعندك رجلك بتوجعك تمام اه انت حضرك عندك كم سنة انا عند اتنين وثلاثين اتنين وثلاثين سنة تمام بتاخدي اعراس ولا انسولين انسولين تمام يعني انت انت سؤالك انه رجلك بتوجعك بس في مشكلة تانية كده تسمح لي اسألها بعد اذن تسمح لي اسألها بعد اذن ازاي حرك يا ام امل فرق ايه الحمد لله الحمد لله الف سلام علي حضرتك بعد اذن حركك الوجع في الرجلين عبارة عن ايه بالزبط يعني بتحسي بحرقان او بتحسي بتنميل ولا بتحسي بايه ام وقابل بعد اذن هو صليل نعم بتنميل صليل بايه لا لا صليل في الرجل تنميل لا مش لا صليل بده وجع 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 صليل وجع تمام طيب فيه عند هارتك قلم في العمود الفقري اسفل الظهر لا لا تمام طيب الوجع ده ممتد في القدم كلها ولا في مكان معين تمام يعني من قول فوق لحد تحت تمام تمام طيب لما هارتك بتنامي وترفع رجلك لفوق بيحصل فيها تسميع في الظهر لا لا تمام طيب هو في الحالة دي يا دكتور احمد هي لازم تتفحص لان هي طبعا الشكوة شكرا لاتصالك يا مؤمل وتابعينا الدكتور هيجواب لحضرتك تمام شكرا الحالة دي عشان هي مرودي السكر لازم لحالة تتفحص تمام لان هارتك اكيد عارف ان السكر ليه مضعفات كتير اه طبعا فلازم نفحص الحالة كويس جدا عشان نحدد سبب المشكلة تمام هي المفهود انها تتفحص الاول بالضبط ونحدد المشكلة ايه ولكن احنا بنبعث لها امل بما انها اسمها ام عمل يعني ان ان شاء الله فيه امل لا بس ايها طالما ما فيش فيه قلم في الظهر والعمود الفقري سليم ان شاء الله وكويس ممكن يكون فيه التهاب في العصاب الطرفية بس اه تمام نتيجة بس السكر اه تمام فلازم تتفحص كويس ونسبة السكر يعني فيه حاجة سكر بيعملها مشكلة مترددة كتير على العلاجة الطبيعية سواء اسم العلاجة الطبيعية في المستشفى او في الملاكز عندنا ان ان بيحصل حاجة اسمها فروزن شولدر اللي هو تيبس مفصل الكتف ان هو المريض نتيجة انه عنده السكر بيكون ان كنترولد اللي هو غير متحكم يجي يرفع ايه لفوق يتسرح او يجي يلبس طرح او اي حاجة ما يقدرش او ما يعرفش تمام دي بتكون الشاكوة الرئيسية من المريض يجي يقول لي انا مش عارف اتسرح الدكتور اه مش عارف اتسرح شعبه بالضطط فاول سؤال بيخطر في بالنا نقول انت حردك مريض سكر او حاجة فبيقول لي نعم فبنبدأ يتجه تفكيرنا للفروزن شولدر اللي هو تيبس ومفصل الكتف تمام ممكن السكر مش مزبط تمام بنرجع لدكتور مخو عصاب برضو يفحصها ولو محتاج علاج طبيعي بيحولها لنا ان شاء الله ان شاء الله تمام يا دكتور انا كنت بسأل حقيقة قبل الاتصال عن الاطفال او الشباب يعني الناس اللي في مرحلة المراقة وعندوهم انحناء في العمود الفقري تمام بنعملوهم ايه ونبدأ معهم امتى واحد من اهم التخصصات او الحالات اللي بيجيب فيها العلاج الطبيعي نتيجة كويسة اوي هو تشوهات العمود الفقري اه تمام فتشوهات العمود الفقري دي بتحصل حكتين لو الطفل نتيجة القعدة على المكتب والمذاكرة وان هو قعد في السرير بيستمرار بيذكر في السرير او بينام على بطنه او بينام بوضع مش كويس تمام بيحصل حاجة اسمها كيفوز اسكيفوز ده اللي هو العمود الفقري بيكون مقتب لقدامه اه تمام يعني بتقال عنده اتب يعني عنده اتب تمام بيحس بتنميل في ايده تمام تمام فلما نفحصه وميزة العلاج الطبيعي ان احنا بنفحص المريض كلينيكيا يعني بالنعمه على السرير لازم نفحصه بايدينا تمام فبنشوف البنيان بتاعه والجهاز العضل للحركة اللي اتكلمنا عليه في الاول تمام انا اختي دايما رجلها اللي اتنين بيوجعوها وضهرها تمام وما بتقدرش تمشي مم ده اختك عندها كم سنة؟ عندها سبعة عشر اه هي بتاخد علاج لأي حاجة؟ اه لا هي بتاخد بسه علاج اللي هو عندها حم مم عندها حمة مرتزم وبتاخد لها فقم حمر متزمية يعني لكن بتاخد علاج لحاجة تانية؟ لا لا حيث تحب تسألها يا دكتور احمد؟ بالضبطة هي يا مرحمة هي حرتك اتخبطت في ضهرها او قاعدت على ضهرها او حاجة؟ لا هي من النوع اللي ما بتحرطش ما بتحبش تقوم مصلا تعمل اي حاجة ولو قامت تعمل اي حاجة دايما تشكين من ضهرها ورجلها الاتنين مش قدرمش تمام تمام طيب فأي قلم تاني في المفاصل بتاعت ايديها يعني الرزق الادين يا مرحمة بيكون فيها قلم؟ احيانا بس بسيط تمام تمام طيب حرتك فيه تحكم في البول عندها كويس؟ اه لا كويس تمام طيب تعمل في رجلها الاتنين صاح؟ اوا تمام يا مرحمة طيب هل حضرتك عملت قشعة عرنين على العمود ورافقلي؟ اوا فرجلها الاتنين حضرتك؟ ممكن توطي التلفزيون يا مرحمة عشان تسمعينا كويس بعد اذنك؟ ممكن توطي التلفزيون بس يسمعنا يا مرحمة التليفون عشان تسمعوا الدكتور بوضوح وممكن؟ مشت لا هي ما عملتش أشعية ما عملتش أشعة تمام طيب هي قابل تأكيد عشان عندها حمى روماتيزمية فممكن دكتور الروماتيزم بتاعها تمام؟ هي بالفعل لازم تكون متابعة مع الدكتور الروماتيزم يا دكتور رحمة خلاص وممكن يكون مصاحب للموضوع بتاع الروماتيزم ده حصل عندها ديسك ولو إني أشك عشان سنناها صغير شوية شكرا لتصالك المرحمة دكتور هيجاوب لحضرتك شكرا ممكن يكون حصل مشكلة في الفقرات فلازم ترجع للدكتور الروماتيزم بتاعها ويطلب منها أشعر يعني نتيجة للحمر الروماتيزمية اللي عندها ممكن بالضبط مع قلة الحركة اللي هي بتتكلم فيها لأن قلة الحركة بتخلي عدلاتنا تضعف بتخلي التحميل على العمود والفقر والفقرات أكتر شوية يعني لازم ترجع الأول لدكتور الروماتيزم الأول بالضبط وبعد كده يعني شوية موضوع العلاج الطبيعي بالضبط والموبايل هو مش مذكرة قوي يعني هو أكتر موبايل دلوقتي واللاب والتاب للأسف تمام أكيد كل الولاد سمعيننا دلوقتي وعندين الحكاية دي يعني بيعودوا فترات طويلة جدا كل أولادنا يعني بيعودوا فترات طويلة جدا على اللاب والتاب يعني كل الحاجات الجديدة اللي احنا أكيد طب اللي ما يسمى بالسوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي هو في الحقيقة هو انفصال اجتماعي أو التباعد اجتماعي فنتيجة التكنولوجيا دي الطفل طبعا بيكون مكفية على التليفون أو على التابلت طول اليوم فبيحصل له طبعا أتب تمام فده بيكون علاجه بالعلاج الطبيعي خلاص معلش يا دفل لقد اصطر تمام حاضر واضح الناس ان تابع كويس الحال على رصنا اتفضلي مين يا فندم معنا؟ ميكو ألو أم أحمد ايو أعرف اتفضلي أم أحمد اتفضلي حقيق معنا على الهواء اتفضلي ضغل حاضرتك يا دكتور تحت عمرك انا رقبتي واجعيني وعملتي شعرانين قال لي فيها فقرون تمام وضغري بردك وضغري واجعيني بردك وقال لي بردك كيف فقرون بس ما عملتش شعرانين على ضغاية تمام وانا انتبع مع دكتور من الزمين وقال لي ورقبي بردك عندي خشونة تمام بس أنا للوقت ايديا سوابها ايديا بتقلمني كده وبسوابها ايه يعني بتفضلي كده انت ما بقدرش افردها وقلم جامل فهنا رقبتي بالدكتور عملت رقص معصب قال لي موجودش حاجة تمام بس حقلني كورتزول في صباعي فانما بيسقلني كورتزول في صباعي طادي بارتاح بس برجع بعد فترة برجع ادعب تاني فانا مش عارف ده ايه أساسا بيقول اختناق في الاعطاب حاجة زي كده انا مش فهم ما انا حاجة تمام وانت حقيق ووزنك قد ايه يا أم أحمد؟ وزنك لا وزني زي ده شوية بس انا عايز اعرف اللي بيحصل صوابع ايه ايه يعني انا رقبتي عارفة ان هي فيها فقرات خشونة برضا تمام وكده عارفة ان ده خشونة بس دي صوابع ايدي عايز اعرف يعني ايه ده اللي فيها وبعتني اللي حلل رقبة لخشورة دي تحصل مثلا دوخة بسببها تمام طب انت حقيق حقيق بتعملت علاقة طبيعي قبل كده؟ لا لا تمام والدكتور حقيق بتتبع معا ما قال لي كيش تعمل علاقة طبيعي؟ من فترة جامدة دكتور غيره قال لي اعمل علاقة طبيعي بس انا ما رحتش تمام تمام حقيق عايز اعرف لا خالص انا عايزة بس وضعص طوابع دود وهل برضك الرقبة بتعمل ضوخة والضعف؟ تمام تمام شكرا لاتصالك يا الدكتور هيجاوب لحضرتك حالا تمام ام محمد؟ اه عايزين نجاوب لام محمد الاول انا اول حاجة تكلمتي فيها في الاول خالص كان الموضوع بتاع الفقرات خلاص بتاع الرقبة ان حررتك ان هي بيحصل ضغط على الفقرات العنقية او ممكن يحصل خشونة شوية فالعصب اللي نازل في ايدينا وطالع التغذية بتاعة المخ بتكون مضغوطة تمام تمام فده بيعمل دوخة وبيعمل طبعا تنميل في الايدين وبيعمل اختناء في العصب اللي اتكلمنا عنه مع ده كترة الاسنان اه بالضبط اه عشان كده بتحس بتنميل في صوابعها ده هي ده هي تمام يعني التنميل الصوابع ده هو اساسه من الفقرات الرقبة تمام حضرتك الدكتور حققناها في صباح ده اللي هو العرض اه تمام ما عليكش السبب هنعالج العرض ولا هنعالج السبب فحضرتك معلش انا اسف غلطانة انك معملش علاج طبيعي اطلبي من الدكتور ان يحولك علاج طبيعي وخاصة ان فيه دكتور قالها يا بتول فيه دكتور قالها قبل الدكتور ده هنلاها تعمل علاج طبيعي تمام جربي علاج طبيعي فأكيد ده دكتور فاهم مية في المية اكيد طبعا اكيد طبعا جربي حضرتك العلاج الطبيعي وان شاء الله على حسب الحالة برضه بنحدد على الجلسات يعني أعطاك من 6 إلى 12 جلسة وقلم الصباح هيخف خالص مع أن كل شكلنا هيكون على الرقبة الرقبة بالضبط يعني الرقبة هي العاملة المشكلة لفصباح أساس المشكلة طب يعني ده برضو خشونة بتقول في الرقبة خشونة الرقبة حضرتك سألتها سؤال مهم جدا ووزنها قد إيه قالت لها 120 كيلو آه تمام كل كيلو زيادة بتضعيف على الرقبة 4 كيلو تمام ما هي لما قالت عمدي خشونة في الرقبة على طول مرتبط بالوزن بالضبط تمام آه فتخس لازم تخس تمام وبرضو ممكن يعني نشوف هي ساكنة في الدور الكام وتحاول أنها ما تطلعش وتنزل كتير تانية الرقبة زيادة عن 90 درجة دي غلق جدا خلاص يعني نحاول بقى نصلها على كرسي عشان الوزن بتاعها عالي شوية نحاول أن احنا رقلنا دايما تبقى مفروضة ماتت تناش تحت 90 درجة خلاص تمام يعني لأي حد ولا للناس اللي عندهم خشونة بس الناس اللي وزنها عالي والناس اللي عندها خشونةgrund الناس اللي عندها خشونة تمام تمام يعني أنت بتنصح تعمل عليك طبيعي لازم تعمل عليك طبيعي وبسيط جداً بيوصل لكل الناس يعني الحمد لله فأنا بمثل الناس كلها اللي بيشوفونا دلوقتي طيب إحنا الوقت اتكلمنا عن مشكلة الأطفال دكتور هناخد أحمد من بحر الله أحمد عشان ما يزعلش بس أحمد يتفضل أحمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو صفت يا دكتور أنا فيه استفسار تغير حيث التقرأت عليك لا أنا مش سمع كويس حيث بتقول إيه فيه استفسار إيه تقول لحضرتك فيه عندي استفسار بخصوص الفقرات عندي تمام يا فندا؟ تمام كده تمام تمام يا فندا آه فندا دلوقتي أجبتك أنا لو أعملت مجهود أو أي حاجة بيجي عندي المتفضل اللي يقول رعبة دي خالص لرعاية لأعمل المتفضل تحت عاجل كده بتحرق نجامس تمام لو أعملت مجهود وأخذ فترة ليلة مرتاح شوية على السرين ليلة مرتاح شوية أنا أعاوض إيه أعمل إيه أنت حديك بتعود فترات طويلة بتبقى ميل مثلا بصص في الموبايل أو بتقرأ فترة طويلة أو شغلك؟ آه آه شغلك على المكتب آه شغلك على المكتب آه تمام تمام فيه أي شكوى أو أي سؤال تاني أو أي استفسار تاني يا أستاذ أحمد؟ لا يا فندا بس من فترة كانت صباح إيدي نينين اللي هو الجديد اللي يفتع إيدي نينين بحرق جيباً على فيه في الموبايل بحاجة إزاي وضعك أو الحاجة تمام إيش يا فندا حاجة حاجة تسألوه أي حاجة؟ لأ خالص تمام شكراً لاتصالك يا أستاذ أحمد هنجاوب لحاجةك حالاً هنجاوب لحاجةك برضو نجاوب لأستاذ أحمد الأوت طيب هي تقريباً حبندضو في نفس المشكلة نفس الكلام اللي احنا ردين عليه على أم الرحمة تمام اللي هو فيه ضغط في الفقرات ونعالج برضو أساس المشكلة ده اللي عمله تنميل في أسبوع اللي بيقول عليه تمام يعني هو برضو عنده مشكلة الأساسية يا فقرات الرقم الجهاز العضلي الحركي اللي هي المشكلة اللي قلنا 90% من الشعب المصري بيعاني منها آه تمام واحنا دكتور برضو بمناسبة سؤال أستاذ أحمد وأم رحمة قبلها احنا لو لحقنا الموضوع في الأول برضو يعني دي رسالة لي أنا أقول لكل الناس لو احنا عندي مشكلة في فرقابتي قبل ما توصل أنه يحصل اختناء للعصب وحس بالتنميل في داي ممكن تجيب نتيجة كويسة ولا لو استنيت أكتر تحصل مشكلة أكبر يعني مثلا فيه ناس بتوصل أن يحصل انزلاق ضروف لقدر الله في الفقرات العنقية في الرقبة أو يحصل خشونة في الفقرات العنقية يعني أيوم أسهل أيوم أسهل في العلاج العلاج الطبيعي اليوم بيفرق فيه كلما بدأت العلاج الطبيعي بدري كلما قللت خطة العلاج تمام فيه ناس بتيجي جلسة واحدة والحمد لله ما يجوش تاني فيه ناس بتاخد ست جلسات فيه ناس بتقعد ثلاث شهور وفيه ناس بتقعد سنين آه تمام خلاص فعلى حسب إحنا بدأنا علاقة طبيعية إمتى ودكتور أو زميل المخ وأعصاب أو زميل وأخصائي العظام بعد حضرتك لنا إمتى لازم يبعثوا بدري لازم يكون في تعاون من كل التخصصات الطبية عشان نوصل للمريض لبرى الأمان تمام هنأخذ عبد الرحمن حاضر أستاذ عبد الرحمن أتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بمكن نتكلم الدكتور الدكتور معاك تفضل يا أستاذ عبد الرحمن أتفضل حضرتك أنا عندي روباط صليبي وأطع شراء غضروف تمام ممكن عليك رجلها بجلاجة صديقة ولا لازم تعملها حضرتك روباط الصليبي أطع كلي ولا جزء لا أطع كل أطع كلي طيب والغضروف لا الغضروف جزء الغضروف جزء طب هو السؤال هنا حضرتك ناوي تلعب كرة تاني أو الإصابة كانت أساسها إيه أنا رجليك لوت رجليك لوت جال تمام تمام طيب حضرتك هتلعب كرة تاني أو حاجة أو هتمارس أي مجهود تاني لا بالتاني أنا مش هتشغل بقى خطرات كبيرة ما بقدرش أفع على جمالي بص حالك هو طالما الأطع كلي بيكون حل جرح تمام العلاجة الطبيعي بيجيب نتيجة في الأطع الدرجة الأولى والدرجة الثانية اللي هو الجزء يعني الجزء خلاص طالما وصلنا الأطع كلي لو هو شكرا لاتصالك يا أستاذ عبد الرحمن شكرا لاتصالك تمام لو هو شخص رياضي لازم يعمل العملية طبعا طبعا لو شخص مش هيعمل مجهود ووزن كويس والكتلة العضلية اللي هي العضلة الكوادريسبس اللي هي العضلة الربعية شال الحملة عن الرجبة تمام هنجنيه عن العملية برضا آه تمام يعني ممكن ميعملش عملية لو هو مش بيمارس الرياض هو بقول لي الرجله تلوت فغالبا يعني مش مش لعب كرة يعني أكيد مش مش لعب كرة تمام فممكن نعمله علاق طبيعي على حسب وزن ونستبعد موضوع الجراحة على حسب وزن على حسب البلق المسل البلق اللي هو كتلة العضلية يعني لازم يروح للدكتور علىك طبيعي ويبص عليه نبص عليه فعلا لو رجعنا القتب تاني يا دكتور بسرعة عشان احنا خلاص وقتنا بيجب لا تمام القتب هنتكلم بعد كده عن حاجة اسمها السكليوزيس اللي هو القتب احنا اتكلمنا ده نعواج للأمام فيه بقى نعواج أخطر شوية وبيأثر كتير على الأطفال وبصراحة حالة منتشرة جدا اللي هي ايه بقى نعواج للجنب نتيجة طبعا البنات عشان يشيلوا شنطة كروس او شنطة على كتف واحد فطول النهار كتف في مستوى أعلى من التاني تمام فده بيعمل يعني سقوط في كتف بعد كده بيأثر على لوحين الكتف بعد كده بيأثر على عمود الفقر لحد ما يحصل حاجة اسمها اسكليوزيس اسكليوزيس ده نعواج في العمود الفقري تمام ده أحد تشوهات العمود الفقري أحد تشوهات العمود الفقري خطر جدا ومنتشر بأمانة كتير قوي نتيجة حاجات بسيطة ممكن الطفل بيكون بينام في وضع الجنين بيكون بينام في وضع مش كويس نتيجة طبعا بيبقى قاعدة يعني فيه ده بعض الناس او الموظفين الناس الكبيرة بتيجي نتيجة شغله بيكون قاعد يعني ايه على جنب او محمل على كتف واحد فده بيعمل برضو شد عضلي خلاص مع الوقت الشد العضري بيشد العمود الفقري فيحصل انعواج للجنب تمام لكن لان اقصد يا دكتور في الاتب او او اعوجاج العمود الفقري ده العلاج الطبيعي بيقدر يجيب نتيجة وامتى يجيبها يعني في سن البيئي تمام يقدر العمود الفقري يطلع مستقيم يعني فرنج 18-20 سنة تحتها بنجيب نتيجة في وقت قريب جدا انما في حالات عندي في المركز حالات 30 سنة تمام مشغالين معها والحمد لله في حاجة اسمها كوبس انجل اه الكوبس انجل ده يعني بنقيس بيها زاوية الانعواج تمام العلاج الطبيعي عمتا بيجيب نتيجة في السن الزغير تحت ال40 درجة تحت ال40 درجة اه لو في قول ال40 درجة بنلجع للجراحة وعلى فكرة انا عندي طفلة يعني خمس سنين او تقريبا ست سنين اه الكوبس انجل بتاعها كان 55 اه انا اقول ما شفت الاشعة قلت استحالة ده العلاج الطبيعي جيب معها نتيجة واشتغلنا تمام واشتغلنا والحمد لله الكوبس انجل بتاعها نزل 20 درجة تمام كل دكاترا في علاج الطبيعي يشتغلوا كل حاجة ولا برضو انتو تخصصات دكتور احنا انا عندي في المركز مثلا دكاترا الحمد لله كل حد متمركز او بيشتغل على حاجة معينة تمام فيعتبر كل دكتور متخصص في حالة معينة انا عندي اسئلة كتير كويس تمام لكن انا عايز يعني عشان الوقت يداهمنا تمام والمخرج عمالي يقول خلاص حاضر هناخد ابراهيم طيب تمام ابراهيم اتفضل حالي وسلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن اتكلم الدكتور يا بسلام دكتور مع حضارك تفضل الحضارك انا كان عندي قطع في الوطر شدرع اليميل تمام عملت علاق طبيعي وباني خاطرك كده ودرعي تعجل برضا تمام تمام سبب القطع كان ايه بالضبط يعني سبب القطع حضرتك شلت حاجة كده كده نزلتها من مكان عيني تمام طيب كان حرارك القطع كلي نعم القطع جزئي جزئي تمام طيب حرارك عملت كم جلسة علاق طبيعي انا عملت 12 جلسة طبيعي طيب وصلت التحسن كم في المية تقريبا لا انا حوالي 30 في المية 40 في المية طيب كويس كمل كمل اكمل علاق طبيعي انا كمل علاق طبيعي كمل علاق طبيعي بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله على العلاج الطبيعي والدكتور انت معا واضح نوم ممتاز لان انت في خلال 12 جلسة 40 في المية تحسن ممتاز جدا كمل معا شكرا لاتصالك شكرا لاتصالك يا أستاذ أبراهيم دكتور زي ما قلت ان عندنا اسيلة كتير جدا بس للأسف شلحة ان نقولها كبير فانا عايز يعني نستغل لحضرتك بما ان حضرتك يعني قبل الهوى قلتلي ان احنا لنا دور كبير جدا في المستشفى دميات في التعامل مع مرضى الكورونا انا عايز هيك تكلمنا عن دور ده بسرعة احنا قدامنا خمس دقايق بس بس لا ده انا عايز اوجه شكر للعلاج الطبيعي ككل وعايز اوجه شكر كمان لإسم العلاج الطبيعي في المستشفى دميات العام اللي حقيقي أبطال المرحلة اه تمام احنا طبعا بندخل حاليا لحالات اللي صار دللنا قرار من وزارة الصحة دكتورة هالة زايد بتاريخ 7-4 ان احنا ندخل ونشتغل مع حالات الكوفيد تمام لان اكتشفوا ان دور العلاج الطبيعي دور تخصصي جدا وممتاز جدا في تأهيل مرضى الجهاز التنفسي وان احنا بنخلي المريض يستغنى او ان هو يخفف في وقت اسرع شوية تمام ده عبل ما يوصل لفنتليتور يعني عبل يوصل لتنفسنا احنا بنشتغل احنا عن فنتليتور بنشتغل بالضبط وكمان بنوكي بنشتغل مع نجي اوف موشن اكسرسايزر اللي هي تامرينات للمفاصل بتاعته وتامرينات للتنفس خلاص علشان الرئة طبعا تعرف ان الكورونا بتأصل على الرئة وبتعمل الالم في مفاصل الجسم كله تمام فاحنا بنشتغل على الالم اللي موجودة وبنعمله يعني بنحرك له كل المفاصل بتاعته عشان ما يحصلش فيها تيبس عشان المريض يخف ويخرج في اسرع وقت عشان نوفر مكان لحد تاني محتاج السريل بتاعه تمام فدور العلاج الطبيعي ونزل لنا شكر من منظمة الصحة العالمية لأخصاء العلاج الطبيعي بتاني انتو عندوك بس في صشفة دومياط الدكتور احمد ولا ده متعمم على المستوى البنورية لا ده قرار متعمم او قرار من دكتور اهلا زايد وزارة الصحة متعمم على كل المستشفيات حقيقي احنا مطبقينه على اكمل وجه وبنشكر طبعا مدرورة الصحة في دومياط وقدرات المستشفى وقدرات 일반 طبيعي نشكر الناس انها بتوفى لنا كل المستلزمات اللي احنا محتاجينها ، تمام والدكاتر اللي معك في القسم مش خايفين وما بيتعاملوا مع مرضى كورونا حقيقي ابطال المرحلة يعني دكاتر علاج الطبيعي واسم العلاج الطبيعي فيه المستشفي بيش الابيض يا باشة زي ما الرئيس قال يعني علينا عدينا بيش الابيض وحقيقة إحنا في المستشفى يعني خلينا تكلم بأنه رئيسك قسم في المستشفى خلاص يعني الدكاترة إحنا أسرة واحدة مع بعضنا تمام يعني الأسرة الأولى أسرة في البيت الأسرة الثانية أسرة المركز الخاص بتاعي الأسرة الثالثة أسرة المستشفى دماغة العام حقيقة إحنا يعني حتى في رمضان بنخرج ونفطر مع بعض ويعني عائلة مع بعضنا تمام فإحنا بنوجه الشكر يعني أنتم تيمورك يعني كلكم بتتعاملوا بروح الفريق مش بقى أنت حقيق المدير وهم بيشتغلوا معيك لا أنت كلكم مع بعض كلكم تيم واحد الحمد لله والحمد لله عملي إنجازاتك كويسة جدا في اسم العلاج الطبيعي وفي المستشفى وبالمناسبة فيه افتتاح قريب لإسم العلاج الطبيعي هيكون أكبر اسم العلاج الطبيعي في الدلتا بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله دكتور أحمد دكتور أحمد أنا شخصيا سعيد جدا جدا بهذا اللقاء وكان عندنا أسئلة كتيرة جدا 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 أنا كنت متخيل إن احنا نقعد نتكلم أكتر من كتير أنا حقيقة لسه محدد الموضوع كتير وكنت متخيل إن الساعة هتمشي واحدة واحدة إحنا عدينا الوقت بسرعة جدا لأن الحديث ممتع وكمان واضح إن الناس متفاعلة جدا معنا والموضوع ده يعني بيهمهم قوي قوي عشان كده هم عملين يتصلوا وأنا ببقى سعيد جدا لما لقيت الصلاة بصراحة لأنني بحس إن فيه تفاعل بيننا وبين أستاذ المشاهدين والجمهور الحمد لله ففي نهاية حلقتنا بنشكرك أستاذنا الدكتور أحمد كوان رئيس قسم العلاج الطبيعي بمستشفى دميات العام ومدير العيدات الخارجية بمستشفى دميات العام كل شكرا نشكرك أنني بنشكرك كل شكرا مشاهدينا متعكم الله جميعا بالصحة والعافية والستر وأصعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير وفرح وهذه تحياتي أحمد عبد الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته